أوقات سعيدة مستمعينا بحلقة جديدة من بودكاست برافو من إنتاج فريق آرت الشبابي معي أنا هيفا سليمان وزميلي خالد خلف يسعد أوقاتك خالد يسعد أوقاتك هيفا وأوقات حلوة لمستمعينا خالد اليوم حلقتنا عن الحلويات الحلويات والكوكيز والشوكولات يلي بيوم عن يوم عم تتطور كثير من منطقتنا وعم بيصير فيه أصناف وأشكال مختلفة وخيارات الناس كمان للحلويات صارت أكتر وأكتر وصار فيه هون يختاروا النكهة اللي بدون إياها واللون اللي بدون إياها حسب مناسبتهم وحسب مودهم متل ما بيقولوا تماما هيفا الحلويات صارت جزء من كل المناسبات يعني المناسبات قترت والأعياد قترت مثلا أعياد الميلاد وحتى هلأ صايرين يعني عم يعملوا قالب كيك بحفل عيدة سنونية متل ما بيقولهم متل أول مولود عندهم بيطلع له أول سن فبيعملوا له حفلة وعيد وبيعملوا له كوكيز وهالشغلات كلها يعني فالمناسبات صايرة كتير ممكن يعملوا له كيك على شكل سن كمان خالد تماما ايه فعلا صايرة يعني كل مناسبة صار فيها نعمل كيك على أساس هالمناسبة وبتعبر عن هالمناسبة يعني لما يكون فيه تخرج بنعمل كيك على شكل أبوع التخرج لما بيكون فيه عرس بنعمل كيك عليه عروس وعريس يعني الكيك صار كتير عالم كبير واليوم قصتنا قصة صبية قدرت هي تعمل بصمتها الخاصة بعالم الحلويات قصة مايا سويتس مايا قدرت ترضي كل الأعمار وكل الأزواق هيك أنا شايف وشايف شغلة قبل كمان وحتى مايا عندها خلطة سرية لعلى الشغل لحنا نسمعها سوا بالبودكاست هلا هي هواية بالبداية بلشت هواية وهلا كمان نعتبرها مصدر رزق وبيحكم أنا عندي شغلي تاني فعم بطل أحاول أنه أخليها هواية لأنه بس صار تشغل ممكن واحد يعجز ممكن واحد يمل بس طول ما هي هواية أنت عم تشتغليها باستمتاع وفرح هلا نحن بالبيت بشكل عام كتير عنا حب أنه نصنع الحلويات ونزين وطاولات وصفر فللأمانة هي كانت مرت أخوي أول حدا دعمني بهذا الشي واقترح علي أنه أبل الشغل وقات حرامها الموهي بتروح الفاضي هي فا سابقا ما كان فيه هد توسع الهائل اللي صاير مثل هلا بالأعياد والمناسبات يعني صناعة الحلويات كانت بس مجرد عم تطلع بالأعياد يعني ما كنا نشوف مثلا غير بالأعياد عم تطلع شغلات شوي مميزة ما مثل هلا هلا كل شي صاير مختلف بكل المناسبات وكتر مع المناسبات كمان كترت فصار فيه شي اسمه إبداع بصناعات الحلويات صار فيه شي إضافة لمسات من شغلات يعني ما بتخطر على بال واحد فتأثير كترة المناسبات هلا فعلا أثر بشكل إيجابي كتير على صانعي الحلويات هلا صح مثل ما أنت حكيت خالد الاحتفالات صارت كتير كتير ولكل احتفال ولكل مناسبة صار فيه شي خاص مثل ما حكينا بالبداية يعني مناسبتك بتكون تخرج الكيك بيكون على هالأساس وجود الكيك بالمناسبات والكوكيز والشوكولات صار أساس كل مناسبة وصار ثقافة يعني هلا لما نروح على شي احتفال وما يكون موجود فيه حلو منقول وين الحلو ليش ما جاوب الحلو ومنظل بنستنى الحلو لحتى آخر الحفلية بلى فعلا هي خيه وحتى كمان هلا عم بشوفها على سوشال ميديا فيه خدع بصرية يعني مثلا بيكونوا عاملين الكيك على شكل ميكريفون وانت لما بتقطع هذا الميكريفون بتشوف انه هو كيك فيعني صار عالم كتير كبير وصعب انه الواحد يأثبت حاله فيه هلا هي الحلويات بشكل عام لكل المناسبات ان كان اعياد ميلاد خطب اعراز اي مناسبة حدا يخطر له اعياد كمان بشكل عام اي حدا ممكن يزين طاولته يطلبني كتير ناس صار يشتغلوا به المجال خالد يعني مجال صناعة الحلويات صار عالم كتير كبير والمهنة هي مثلها مثل كل المهن لها تفاصيلها ولها اسرارها اللي ممكن تختلف من شخص لتاني او من لحظة لتانية حسب المناسبة وكل شخص بعالم الحلويات بيكون له لمسته الخاصة وإله شغله الخاص اللي بيميزه عن غيره صح هيفا ايش صاير هلا انه الصاير فيه تنافس وتحدي بين مين يعمل احلى قطعة مين يعمل الاز قطعة كمان سواء كانت كيك سواء كانت كوكيز أو اي انواع حلويات تانية لا يظهر اسمهم بالمناسبات ويكونوا هيك اسم لامع بهاي المناسبة انه مناسبة كبيرة مثلا مايا سويتس عاملة هالقالب اسم مايا سويتس بيذكر بهذه المناسبة انه هي عملت هالقالب المميز كان لذيذ كان شكله حلو كان فيه فن وابداع يعني هلا قصنا نشوف انه الشكل كتير مهم كما بالكيك مو بس الطعمة الطعمة مهمة طبعا بس الشكل كمان الشكل اهم هو بيلعب الدور الاكبر يعني فينا نقول انه العيون بتاكل قبل الدم هلا لكل حدا عم يشتغل بهالمجال في له لمسة خاصة ممكن الالوان الصراحة انا ما بحب كتير التعجيخ فدائما الكل عم يعني يميز شغلي البساطة بما انه طرقنا اكتر لموضوع الوان وصناعة الكوكيز وشلون ممكن ينعمل ممكن شاركينا بعض الاسرار الصغيرة اللي تخلي الشغل بالحلو يطلع مميز اكتر هنين لما ينشغلوا بحب لما ينشغلوا انتي تكوني مبسوطة انتي عم تحبي هذا الشغل اللي عم تعمليه فعنجد عم يطلعوا قطع مميز زي واحد كمان انه دائما يقولوا نفسيته ونفسه يأثر على الطلبية عالم صناعة الحلويات دائما نعم نقول عالم صناعة الحلويات بس انا بشوف انه لازم نقول متعة صناعة الحلويات يعني هي متعة بحد ذاتها بتفاصيلها بطريقة انتاجها وحتى احيانا بمشاركة الاشخاص اللي بيشتغلوا بالحلويات يعني مثلا مثل كعك العيد لما كنا نعمله باغلب العيل هون لما بتشوف انه انت واخواتك واهلك وبيجوا قريبينك واحيانا جيرانا كمان بيجوا لحتى يشتغلوا معك هالكعك فبيعطي لمسة خاصة بيعطي ريحة خاصة يعني فينا نقول هي ريحة الذكريات ريحة الكيك احيانا معك يا حق حيبة ودائما بالمناسبات ايش بيكون عنا لما بيجتمعوا حواليك الاشخاص اللي بتحبن فهالشي لحاله لزة غير لما تصنع الحلويات فكيف لما تصنع الحلويات بطعم وشكل حلو والشخص دائما لما بيشتغل بهذا المجال بيكون مبدع وبيكون مميز ومجبور انه يحافظ على هادو الشي لانه بيطلع له كتير منافسين صح خلط بس فينا قطة نحن لما كنا نعمل حلويات بالبيت دائما نحاول نباعد الولاد عنا يعني الولاد ما بتعرف شو حاطين ايدو لازم ما يقربو على الكيك مشان يضل نظيف بس مايا سويت عملت شي كتير حلو عملت كيك الولاد فيهن يساوه بايدهن فهاي فكرة كانت كتير ابداعية لمايا اي هلا الاغلب كانوا ببداية كله عم يطلبوا بما نغتلتو لك يعني انه للأعراس والمناسبات وهيك فحرام هدول الولاد ضلوا بلا ولا شي يعني حتى الولاد الصغار كان الانحصة بشغل مايا اكيد فحلو انه هنه كمان يستثمروا وقتا بشي مفيد واخر شي ياكلوهن فحبيتوا كمان انه يعملوا هنه نزينة هنه يزبطوا يعملوا كل شي وبعدين ياكلوا القطع اللي هنه اشتغلوها ممكن تعطينا مثال هيك بشكل مفصل اكتر اي هلا مثلا اخر فترة بعيد القيامة كان عملتوا موديلات ارنب كبير او بيضة ومعوا زينته اللي ولاد هنه نزينوا قطعة الكوكيز حطيتوا موديلات وردات فراشات هيك هنه نزينوها وبعدين ياكلوها والولاد كمان كان في الهن حصتهم بشغل مايا الولاد لما عملوا الكيك بايدهن وصاروا ياكلوه يعني عملوه بحب واكلوه فصار في الهن نكهة غير وهذا هو السر مايا السر مايا هو الحب لما القطعة او لما الحلو ينشغل بحب هذا الشيء حيخليه يصير اطيب كمان صح وهذا الحب اكتشفناه بفيديوهات مايا على الفيسبوك والانستجرام شفنا كيف الاطفال بينبسطوا وقت يعملوا قالب كيك شفنا كيف مايا عم تنبسط معهم فعنجد هذا الشعور كان حلو كتير اكيد هو الشعور حلو بس انت ما بتعرف قديش فيه تعب بعد هذا الشعور اكيد لحتى تنعمل اطعة الكيك قديش بيكون فيه صعوبة كل المهن وخصوصي ببلدنا صار فيها صعوبات وتحديات وخاصة بالبدايات يعني انت ما بتعرف كم اطعة كيك ممكن يحرق الشخص لحتى تزبط معه اطعة بنهاية ولحتى يتعلم الوصفة لانه بالكيك بشكل خاص اي وصفة او اي مكون تزيد او تنقص ولو بكمية صغيرة ممكن تحرق لكل الطبخة تماما وصارت قدامنا يعني حتى وقت عائلتنا مثلا امي لما تعمل خالب الكيك مجرد ما تتخربط بشي بسيط من الكيك فبيطلع طعامي غير وممكن ما تطلع حتى الشكل كمان بيأسرها الشي اكيد يعني لازم ما يستسلموا المفروض لانه هدول العقبات والصعوبات اللي عم يواجهوها هنه لازم يخلوهم دافع اكبر يعطيهم دافع اكبر لحتى يكملوا لانه هذا الشي اللي عم يشتغلوه هو شي عن حب وعن قناعة فاتوقع لازم ما يستسلموا ابدا ويضلوا للنهاية لانه هذا المجال كتير حلو وفيه كتير بواب فيفضل ما يستسلموا ابدا يعني برغم الصعوبات اللي ذكرتها مايا ما لازم يكون فيه استسلام بأي مهنة انت عم تشتغلها هيك بدنا نختم حلقتنا لليوم من بودكاست برافو من انتاج فريق آرطة الشبابي حول صناعة الحلويات وتطوراتها بمنطقتنا وخاصة بتجربة الشابة مايا سويتس من مدينة القامشلي لازم ما نستسلم لازم ما نستسلم كلمة كررتها مايا كتير وانا بذكرها مرة تانية لازم اي حدا عنده شغف او مهنة ما يستسلم ومنحب نتشكر زميلتنا إليانا شعبو لنلتقي بحلقات جديدة ومواضيع جديدة ضلوا بخير مستمعينا ضلوا بألف خير مستمعينا ضلوا بخير 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 مستمعينا